السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي الزراعي في مصر أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة تربية الدواجن قسم فني إنتاج حيواني وداجيني القائم على منظومة الجدرات استكمالا للحلقة السابقة اللي تكلمنا فيها على الحمام خدنا المخرج الأول عرفنا مزايا تربية الحمام عرفنا أنواع السلالات المميزة في الحمام لسه هنتعرف على المزيد من الحمام زي ما قلتلك طائر جميل شكله بديع بيعيش في معيشة تآلفية بيتصف بصفات عديدة منها صفة اسمها صفة الوفاء الدائد طائر نظيف جدا من المشاريع الاقتصادية أيضا زي ما قلت لحضرتك قبل كده إن المشروع الاقتصادي الخاص بالحمام ده بقى بيربى بقى بغرض الهواية وبغرض الزينة وبغرض انتاج زغليل اللح أغراضه متعددة جدا وشريحة كبيرة جدا من شبابنا بيقبل على تربية الحمام واتكلمنا وقلنا أن الحمام متوسط أعماره بيصل من عشرة إلى خمستاشر سنة يعني بيرتبط بالإنسان ارتباط وصيح جدا كأنه فرض من أفراد أسرتك بالإضافة إلى العائد الاقتصادي اللي بيعود عليك من تربية السلالات المميزة فيه بيكون عائد كبير جدا وتقدر تتربح منه ربح وفير واعتقد طائر نظيف وطائر لا يحتاج إلى ماكن طائر لا يحتاج إلى تكلفة كبيرة فيه بالنسبة لمصاريفه هو والقرانب تحديدا من الحاجات المميزة جدا اللي ممكن تتربح منهم ربح وفير نظرا لقلة مصروفاته وزيادة إراداته وهنا حضرتك نقف عند النقطة دي كل ما يكون المشروع اللي حضرتك بتستخدمه مصروفاته قليلة إراداته هتكون ايه؟ عالية همش الربح بتاعك هيكون عالي بالطبع فيجب الاهتمام بهذه المشروعات اللي احنا بنقولها اجماعة احنا بندوكوا فرصة كبيرة جدا من خلال هذه القناة ان انت يعني تستفيد استفادة قصوى من المعلومات اللي بتاخدها من مدرسك ومن مقيمك في مدرستك وانك بتمارس النواحي العملية بنفسك وكذلك بتيجي عندك بتلاقي معلومة كمان موسقة ومسجلة ممكن حضرتك ترجعها وتعيدها مرة واثنين وثلاثة والحلقات طبعا بتنزل على قناتنا وبتنزل على قناة اليوتيوب فلازم حضرتك تتابع الكلام ده وتستفيد استفادة كبيرة لان في النهاية انت اكثر المستفيدين من هذا المشروع اتكلمنا وقلنا ان الحمام بيصل الى طائفة متعددة الانواع قد تصل الى 49 نوع وقلنا كتير جدا من انواع الحمام طبعا اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت على مدار الحلقة السابقة النهاردة بقى عايزين ندخل في حاجة جديدة اللي هو كيف يجهز مساكن الحمام مساكن الحمام يا شباب مساكن بسيطة جدا تجهزاتها بسيطة جدا كلها في المتناول زي ما هنشوف مع بعضينا مش هتلاقي عندك بتبزل اي مجهود سوى انك تعمل بس متابعة وتعمل بس رعاية وحضرتك تبحاب بالمضوع مشروع لما انا ليه بنقول لك وليه بنؤكد عليك الكلام ده لان الحاجة لما انت تحبها تشتغل فيها تتقنها تنتج فيها انت جاء علي يعني دايما حاول لما تخص في اي مجال العامة تكون انسان مميز دايما حاول تكون نمرة واحد ما تكونش نمرة اثناء دايما اتعود عن نجاح دايما خلي عندك تموع معقولة انا حنربي حبا عندي قطعاء صدقني انا بنقول لك كلام عن تجارب والكلام ده تكرر مع طلبة لنا كتير جدا والحمد لله الحمد لله دلوقتي نقلوا بقى في حتة تانية خالص وبقوا متخصصين في هذا المجال وبقوا مصدر لنا لما احنا بنعوزوا اي حاجة احنا بنتصلوا بيهم وبناخدوها منهم هم يعني مفيش حاجة بعيدة طول ما حضرتك انت مهتم بدراستك مش مهتم بالدراسة بس كنحية كده وخلاص داخل المدرسة انا داخل نقدي ويب انا بنقول لك بنعلمك بنعلمك صنعة اعتبر ان دي صنعة بالنسبة لك اتعلم ازاي تربي الحمام اتعلم ازاي تربي الارانب اتعلم ازاي حضرتك تربي قطيع تسمين وشوف هامش الربح بتاعك هيكون عامل ازاي ما تعتمدش على الدولة اعتمد على نفسك دوس انت مع نفسك تخيل انت صاحب مشروع انا صاحب العمل شوف وضعك حب عامل ايه تحب انك تكون قائد ولا تقاعد تمام لا دايما دايما حط نفسك كده كقاعد طب بس قائد قائد ناجح القائد الناجح لهو مواصفات معينة مواصفات ايه الجد الاهتمام البحث عن المعلومة طبعا تأكيد المعلومة وممارسة المعرفة اللي حضرتك اتعلمتها او تلقتها وتأدية مهارتها بشكل جيد اكيد ادامة ضدتها بشكل جيد يبتقدر تمارس هذا العمل في سوء ايه العمل تعالى نشوفه مع بعض موضوعنا النهاردة شايف منظر حمام وجماله وابداعه كائن جميل جدا وكائن من الكائنات اللي انا متعاطف معاها شخصيا لانها كائن يعني في مواصفات غير عادية تمام تعالى كده نشوفهم مخرج التعلم رقم اتنين يجهز المسكن المناسب للحمام تكلم اولا على مسكن الحمام عندنا اول نوع من انواع مساكن الحمام حمام المنازل بيكفي تعاليك شايف البساطة يكفي تعاليك صناديك من الخشب او اقفاص جريد او صفائح فارغة يعيش فيها ويتكاسر يعني شوف حضرتك لما تيجي تربي في المنازل هتستخدم هين يعمى عفص يعمى صفائح يعمى عفص جريد عادي خالص اظن يعني مفيش اسهل من كده والكائن اللي حضرتك بتربيه اللي هو الحمام ده كمان بيعيش فيه بيتكاسر فيه بالنسبة له مفيش ادنى مشكلة يبقى اول مسكن من مساكن الحمام وهو حمام المنازل زي ما قلتلك يعمى صناديخ خشبية يعمى عقفاص من الجريد يعمى صفائح فارغة طب نمرة اتنين الحمام المربى بقى فوق الاسطر بفرض ان حضرتك مربتش جوه المنزل يعني في البلكونة في جنب كده في مدخل الباب تمام ربت بقى فوق الاسطر مساكنه بتكون من ايه من السلك زي ما حنوريك او الخشب تمام يعني يعمى من السلك بس يعمى من السلك والخشب يعمى من الخشب بس كويس قوي وعلى جوانبها تعلق اعشاش وضع البيت لازم حضرتك يكون فيه عشة لوضع البيت لو ما كانش فيه عشة لوضع البيت طبعاً الحمام مش وبالتالي مش هيقوم بالرقاض على البيت مساء يعني او عصراً الى تاني يوم ايه صباحاً للساعة عشرة اذا فيه تناوب ما بين الزكر والايه والانسة في الرقاض على البيت وسبحان الله زي ما اتفقنا ان الكائن الوحيد اللي انت ما بتفرغش بيده تمام طب اه في مكينات تفريغ صناعي ولكن بيفرغ طبيعيا نظرا زي ما قلت لك ان بيتم التبادل ما بين الزكر والانسة في عملية الرقاض على البيت هتقول لي طب يعني لو فرخناه في تفريغ صناعي او مكينات تفريغ صناعي مش هيطلع لا ممكن يطلع بس طبعا بيتغزى زي ما قلت لك زكر الحمام والانسة بيغزوا الصغار او زغليل اللحم اللي بتطلع على ما يطلق عليه لبن الحمام اللي بيسترجعه من الحواي صلاة سبحان الله بيكون هو مخزن كمية من الاكل اللي هو بيعمله وبعدين بيسترجعها عشان يغزي الصغار المادة دي اللي هو بيغز على اللي هو بيطلق عليه لبن الحمام سبحان الله عالية القيمة الغذائية بشكل كبير جدا تحتوي على كل العناصر المطلوبة لعملية التخزية يعني تقريبا كده بتتدي له حاجة سوبر لوكس تساعده قوي على عملية التربية وعملية النمو فطبعا لو احنا فرغنا بيض الحمام في مكينات تفريخ هنفقد هزي الايه الميزة بالاضافة لان معدلات الفاس بتقل بشكل كبير طيب ده بالنسبة للحمام المربى فوق الاسطح طب تعال نجوفهم في ايه تاني او الشكل عامل ازاي ادي الشكل اللي قدامي دي مساكن الحمام المربى فوق الايه الاسطح تكعبات خشبية زي ما انت شايف كده واعتقد كلكم عارفين الكلام ده ومش غريب عليكم وزا انت ما شفتوش عندك هتشوفه على اسطح مقابلة او مجورة لحضرتك يا اما يتعامل من الخشب الخالص يا اما يتعامل من السلك يا اما يتعامل خليط من السلك والايه والخشب اهم حاجة في كل الكلام ده لازم يكون فيه عشاش لهذا الايه قلبيه نمرة تلاتة وهي الابراج وهي من الخشب او من الطين طبعا كلكم شفتوا الابراج برضو في الارياب او في القرى تمام يا اما تصنع من الخشب يا اما تصنع من الطين او من البناء وتكون ابراج الخشب من اضواء يعني بيبقى فيها كذا دوق وكل دور مقسم الى عيون تمام العندية عشان تعمل عشاش عشان تكون الليه الى عشاش وتكون على هيط ارفف كويس اوي ويجب ان يكون لكل زوج حمام عشين احدهما يعشش فيها والاخر لوضع البيه بالتبادل ويحتاج الحمام الى طواجن توضع فيه الاعشاش لكي يعيش فيها وتفرش بالقش كويس اوي يعني حضرتك بتعمل ايه زي ما انا بنقول لك بالنسبة ليه الحمام انا بنوفر دايما هو بيعيش في ازواج الزكر والايه والانسة كويس اوي توفر له طواجن كده تمام طواجن كلكم عارفين الكلام ده زي ما بنقول وبتحط فيها طبعا من الاش ولازم يكون فيه عشين عش ليه الرقاض على البيض وعش الوضع ليه البيض تمام يا شباب طول معملية اللي هو يعني تخلي دايما عشيه ساعة الرقاض حيرقض تمام على ليه على البيض وعش تاني الوضع ليه البيض يعني ايه ما بالتناوب طب ليه العش اللي هو فيه الام انا قلت بيتناوب الزكر والانسة الرقاض على البيض اسناء ما الام ترقض على البيض الزكر قاعد في العش اللي فوق واسناء ما الزكر بيرقض على البيض الام قاعدة في العش اللي فوق يبقى بالتناوب ما بين اللي اتنين حاجات بسيطة الرعية ببساطة هتلاقي واعتقد يعني تكلفة كلها من لاشيه تمام يبقى كده بالنسبة لنا المساكن اللي هو حمام المنازل او اللي هو التربية فوق الاسطح او الابراج طب النقط اللي بعد كده ابراج الحمام حضرتك زي ما احنا قلنا هي من الطين وكلنا شوفنا الاشكال دي متعامة ببعض طبعا الأزرع الخشبية اللي طبعا دي بتكون منطقة لاطلاق الحمام عشان الطيران ان هو بيطير منه بيرجع ايه يعني منطقة كده اللي انطلاقها لي ده الشكل العام ليه ابراج الحمام واعتقد شكله مش غريب واعتقد كل الناس عرفه وكل الناس شافته قبل كده طب نمره 4 ابراج الحمام البري بتصنع من ايه بقى ابراج الحمام البري تصنع من الطين او الخرصانة اما تتعمل من الطوب من الخرصانة او من الطين ويوضع فيه جدرانها قواديس من الفخار استوانية الشكل طب طولها كان الادوس ده طوله 25 سنت طب والقطر بتاعه كان 15 سنت ولا ترسل قواديس فوقه بعدها اما الايه يا مستر ادوار تتعمل فيه ادوار متبادل ويطرق فيها الحوائد فتحات من اعلى البرج كتر الفتحة يا شباب 8 سنت طب ليه يا مستر لمرور الحمام منها وإليها ويوضع تحت كل فتحة تمام وتد ليحط علي الحمام طب ازاي يا مستر يعني الحمام طاء بيبى فيه وتد كده لما يجي يرجع يقف عليه تمام يبى الوتد ده عشان الحمام يحط عليه بعض الطيراء ويحتاج الحمام فيه كل برج من اتنين الى تلاتة اردب يا نهر ربياء ما هقوله يا مستر البرج الواحد عايز من اتنين الى تلاتة اردب زورة رفيعة في العام بيستهلك استهلك كبير بس طبعا البرج بيكون فيه اعداد قد تصل الى الف زور تمام كويس قوي ماشي يا باش يعني الاستهلاك بتاعنا حنعوز انا كم اردب طب انت ليه بتقولي الكلام ده ما انا بنقولك الكلام ده عشان حضرتك لو جبت ازواق كثيرة لازم تبع عندك تغزية جهزة موجودة في داخل البرج حضرتك محضرة وموجودة عندك مش انت يبع عندك الاعداد دي كلها وتيجي تدور عليها ما تلاقيش عليها لا يموت الطائر منك تبع مشكلة جامدة جدا تمام يبع طبعا كل برج بيكون فيه من اتنين الى تلاتة اردب دورة تمام وينطق كل برد حوالي من عشرة الى اتناشر اردب شايف برضو شوف انتاجه من عشرة الى اتناشر اردب من رسمال الحماة والف زوج من الزغلي يا نهرب يا على مرتين في العام يبب اقتضح كم مرة البيت مرتين يا شباب تمام طيب البرج الواحد هنحصل منه على كم زوج على الف زوج من الزغلي ويترك الباقي لتعمير البرج والتقاصل طب الرسمال ده اللي هو طبعا الراس بتاع الحمام ده الزبلة بتاع الحمام يعني بيطلع امتى ده حضرتك بتاخده مرة كل ست شهون تنظف وتطلعه وتبيعه اذا ده مصدر تاني للربح ده تمام كده اوي يبا كده عندي اربع انواع تفاقنا ان اول نوع اللي هو حمام المنازل بعد كده اللي هو مساكن حمام المنازل ثم بعد ذلك اللي هو المرباة فوق الاسطح ثم بعد ذلك اللي هو طبعا ابراج الحمام ثم ابراج الحمام البرى تمام شايف حضرتك بقى ادي ابراج الحمام البري في هذا المنظر جايب لك منازل لكل حاجة عشان تعرف تميز ما بين كل شيء شايف حضرتك الاوتاد اللي هي موجودة اللي هي عشان يحط عليها الحمام لن ميجي يطيع اولا وهو طالع يطير منها يندفع منها بتدي له قوة اندفاع وكذلك وهو راجع بيحط طبعا في هذه الاوتاد ثم يدخل ويخرج من خلال هذه الفتحات اعتقد البراج دي موجودة في كل قرى ونجوع مصر بعد كده خامس نوع عندي وهو مساكن الغية شايف بقى مساكن الغية ما انا عايزك تميز ما بين انواع المساكن المختلفة يا شباب زي ما قلنا مساكن الغية فوق الاسطح كده بتتعمل غية بنول على غية الحمام بتتعمل باشكال بديعة اليومين دولت وناس كتير جدا بتعملها وناس كتير جدا بتلجأ اليها لما يتخصص بقى في الحمام ويحس ان هو بقى محترف كده يبدأ يشتغل عليه ودي بتصنع من الخشب البغدادي تمام؟ يبقى دي تقام فوق اسطح المنازل او الحضائق وتبنى من الخشب البغدادي طب يا مصر بتتعمل في الحضائق ليه مكان كويس وجيد ايه المانع اننا نستثمر فيه الميزة يا شباب ان دايما عملية الاستثمار فيما يتعلق بالحمام حضرتك بتستثمر اي مكان ده احنا قلنا في المنازل في داخل المنازل كوي وقلنا على اسطح المنازل وقلنا في ابراج وقلنا فيه طبعا مساكن غية زي ما انت شايف كده اذا استثماره سهل جدا وتكاليفه الاستثمارية سهلة جدا طب ما هي الاعتبارات الهمة والاحتياجات البيئية للحماء ايوه هنا بقى الكلام المهم الحمام دا يا مصر هيحتاج مني ايه احتياجاته البيئية ايه احنا عرفنا دلوقتي المساكن بتاعته لازمني دلوقتي بقى نعرف ما هي الاعتبارات الهمة اللي هي الحماء والاحتياجات البيئية الهمة للحمام قال لي نمر واحد التهوية الجيدة داخل المسكن للتخلص من الرطوبة الزائدة التي تعتبر مصدر لتقاصر الجرسية يبقى نمر واحد في داخل مسكن الحمام يا شباب نحتاج ايه تهوية جيدة نحتاج ايه مهم جدا الكلام اللي بنقوله لابد من التهوية الجيدة طب لو كان المسكن ليس به اي فتحات للتهوية الكلام ده معدل النمو حيقل الرطوبة حترتفع الامراض حتنتشئ يبا سهل يا جماعة وانا بنطلب مستحيل احنا بنطلب تهوية جيدة في مكان اللي حضرتك بترفي في داخل الغية في داخل الابراج لازم تكون التهوية بتاعتك تهوية جيدة دق من عوامل البيئية الهمة جدا لنجاح تربية الحماء فارجو ان الناس تهتم بالنقطة ديك وما تهملهاش لان ناس كتير بيعنده سلالات كويسة وسلالات متميزة وبيغز التغذية جيدة والقطيع بتاعتك جيد الا ان التهوية دي ممكن تسبب له مشاكل حصرة لها فيجب ان تكون التهوية جيدة لتجنب ارتفاع الرطوبة الزائدة مجرد ما ترتفع الرطوبة هيحصل عندي مشاكل كتير جدا هيدي فرصة لتكاثر الميكروبات والجرسيم هيعمل لي ألأ باجان تمام نقطة اللي بعد كده الحرص على دخول الشمس شايفي الكلاء بشكل متوازن لازم المكان اللي حضرتك عامل فيه البورج ده تمام فيه فتحات كده بحس ان هي تكون تدخل الشمس بشكل متوازن لان ده بيساعد فيه بناء العظام وتقوية عظام الجس وبالتالي كمان بيساعد على نشاط الطائر وزيادة افراز الانزيمات اللي بتساعد على سرعة النمو تلاتة وقاية الحمام من الطيارات الهوائية المباشرة والشديدة الحرارة والبرودة مع حضرتك انا قلت عايز تهوية جيدة وفي نفس الوقت عايز حرارة جيدة منش عايز تكون فيه المنطقة تكون شديدة الرياع تمام ولو كانت شديدة الرياع حضرتك انت تأمن المسكن بتاع الحمام بتاعك حماية ليه الحمام من الحرارة العالية ومن التهوية ومن الرطوبة اللي ايه العالية من الاتنين ويجب ان تكون التهوية زي ما قلنا تهوية جيدة هتلاقيني دايما بنركز على عمليات التهوية جماعة في كل الكائنات يا جماعة ده الكائنات الحي لنا احنا كبشر التهوية الجيدة من العلامات الصحية لاي منزل ماينفعش تخش حضرتك منزل تلاقيه ما بيتفتحش شبابيكو تمام؟ هتلاقي نسبة الرطوبة بقت عالية جدا وحتلاقي طبعا الناس اللي عايشة جوه الحالة الصحية والبدانية بتاعتهم رضيئة جدا نتيجة عدم التهوية او التهوية الرضيئة نقطة اللي بعد كده بنقول بقى الحذر من ازدحام المسكن مهم جدا ان حضرتك المسكن بتاعك داي يكون مسكن جيد مايكونش في عملية ازدحام طب الازدحام ده هيعمل ايه؟ الازدحام هيعمل زي مرتلك حالة من حالات اللي هي زيادة نسبة الرطوبة في داخل العنبر او الداخل مش العنبر بقى في داخل الغية او في داخل مسكن الحمام نفسه مما يؤدي الى سوء التهوية ويؤدي الى المشاكل الصابق ذكرها طيب بعد كده تنظيف المسكن كل اسبوعين ويفضل استخدام المطاهرات الفعالة الحمام بطبيعته يا جماعة هو طائر نضيف جدا يجب باستمرار تنظيف المسكن عشان حضرتك تساعده على عمليات النمو طب نعمل عملية تنظيف للمسكن ده كل قده كل اسبوعين ويفضل استخدام المطاهرات الفعالة طب زي ايه المطاهرات الفعالة حضرتك تستخدم طبعا فورمالين تستخدم طبعا فينيك تستخدم اي حاجات من انواع مختلفة طبعا من المطاهرات المختلفة المهم تكون هذه المطاهرات متوفرة وبصفة مستمرة ويتم استخدامها كل كم مرة كل اسبوعين مرة ده على الاقل وليس على الاقصى لان زي ما قلت لك حضرتك قلة النظافة الطائر هو الطائر نفسه نضيف انت تساعده على النظافة ولا نقلل من نظافته لا لازم نساعده على النظافة طائر الحمام بيحب كمان يكون عنده احواض للاستحمام وهنذكر الكلام ده فيما بعد فاذا حضرتك يتم تنظيف المسكن كل كم مرة كل ده كل اسبوعين مرة على الاقل واذالت طبعا رسمال الحمام ده وبعد كده حضرتك تسويه انا كنا قلنا في الابراج انت بتقعد كل ست شهور مرة تمام لكن هنا بالنسبة لنا في المساكن اللي في المتناول لا حضرتك دي بتعملها كل اسبوعين بعد كده بيقول لي من الخطأ الفادع نقل الحمام شايف بها ده كلام مهم نقل الحمام من مكان بارد الى مكان دافئ مباشرة او العكس يعني حضرتك الجو عندك بارد ما تنقولوش بقى المكان دافئ او المكان دافئ ما تنقولوش لمكان ايه بارد لان الكلام ده ولكن عملية النقل تتم بالتدريق تتم بالتدريق يعني درجة حرارة ايه اقل شوية فاقل شوية فاقل يوم الطائر يتعود على الظروف البيئية الجديدة لكن حضرتك لو اخذته من درجة حرارة مرتفعة سي 32 الى 24 لا ده معدل فارق جامد جدا هيأثر طبعا على الجهاز التنفسي وحيصيب الحمام بنزلات برد وحيؤثر على انتاج القطيع ويؤثر على طبعا معدلات التلقيح ومعدلات انتاج البيض ومعدلات الرقاط على البيض ومعدلات الفاكس ويدخلك في مشاكل كتير جدا لحصرة لها يبا حضرتك لازم تراعي ان لما نيجي ننقل القطيع من درجة حرارة عالية الى درجة حرارة مخفضة الكلام ده يتم بالتدريق تخفيض درجة الحرارة درجة ايه ثم اتنيه ثم اه كذا اللي هو منها ما يشعرش اللي ايه الطائر بتغير كبير في درجة الحرارة كويس برضو ان يكون العش سابت ولا يهتز اثناء الحركة اثناء حركة الطائر فيه والشكل المفضل للعش المستطيل كويس او دي نقطة مهمة جدا نعمل عش مربع والعش مستطيل عش مستطيل يا مستر سابت طب ليه سابت حضرتك انت الطائر لما بيجي يرقض على البيض لو لقى اي ازعاج هو مش عارف مصدر الازعاج من ايه هو بيضغط على العش او بيتحرك في العش فالعش بيتحرك معاه فهو بيشعر بشعمص طبيعي فبالتالي بيهجر البيض ولو هجر البيض بعد الرقاط على البيض البيض باز منك فبالتالي انت لازم تراعي هذه النقطة كويس او العش شكله يا مستر يكون شكله مستطيل يبقى شكل العش يجب ان يكون شكل مستطيل ومسبة التذبيت جيدة ده هتده تأكد عليه كده بايدك تمام وتبقى متأكد ان العش ده ايه ثابت طبعا وده هيدمن لك عملية رقاط جيدة وهيدمن لك كمان عملية فاكس ايه جيدة كويس او توفير الاستحمام اهو زي ما قلتلك للحمام لإطفاء نوع من الانتعاش الحمام طول ما فيه احواض للاستحمام طول ما هو منتعش طائر نظيف بنقولك طائر نظيف بطبعه تلاقي الطائر ايه بيتحرك ونشيطه في كامل بص يعني انما لما انت بتهمله بتقل انتاجيته سواء كانت من البيض بيقل نشاطه بتقل معدلات النمو بتاعته بتقل معدلات النطج الجنسي بتاعه بتقل حاجات كتير جدا يا جماعة اذا انا مفروض نوفر احواض استحمام ولا لا اه توفر احواض استحمام مهمة جدا جدا لإطفاء نوع من الانتعاش للطائر ده كلام كويس او طب بعد كده ينصح بشدة بتعقيم المسكن لازم يتم تعقيم المسكن خلال فترات محددة باستخدام مطاهرات زي ما قلت لحضرتك زي مثلا الفورمالين وغيره ولكن حضرتك في فترات محددة يعني من فترة لفترة ما تلكنش قوي تعمل عملية تطهير تعمل عملية تعقيم للقطيع بتاعك حفاظا على عمر قطيع حفاظا على الحالة الصحية للقطيع أنا كل ما في الأمر عايز نحافظ على القطيع مش عايزه يصب أي مرة وخلي بالك الحمام من الطيور المقاومة العالية للأمراض تمام؟ حضرتك ساعده بقى عشان تساعده طول ما الحالة الصحية جيدة معدلات التغذية جيدة تمام؟ معدلات انتاج البيت جيدة معدلات الرقاد على البيت جيدة معدلات الفاكس جيدة مين المستفيد؟ انت المستفيد ليه؟ حيطلع قطيع زغلول اللحم اللي حيطلع لما بيجي من أبوين الحالة الصحية بتاعتهم جيدة وتغذيتهم كانت جيدة هو كمان الحالة الصحية بتاعته بتوبة جيدة في النهاية من الذي يستفيد؟ حضرتك انا قلتلك انت بتدخل بشكل بسيط جدا ما تكسلش عليه تقول لا ده هو يوكل نفسه لا ده هو ينظف نفسه لا الكلام ده كله لازم يتم برضه عن طريق حضرتك دلوقتي ما انتش مربي حاجة كده بغرض الفرج عليها ولا بغرض نشاط انت بتعمله لا ده انا دلوقتي عايز نتربح من هذا المشروع يبا ياجب الاهتمام بكل كلمة انا بنقولها لك طب الكلام اللي انا بنقوله لو هو غير هام انا ما كنتش قلته ولا هو كان ذكر في الكتب اللي احنا بنشتغل منها صح ولا لا فلازم حضرتك توقف عند كل نقطة بنقولها وتعتم بيها اهتمام جاي مفيش نقطة من نقطة اللي انا بنقولها تقول عليها دي مش مهم تمام يا شباب ماشي نكمل مع بعض هي زي ما قلنا ينصح بشدة بتعقيم المسكن خلال فترات محددة باستخدام المطاهرات السائلة المزابة في المياه تمام تنظيف المسكن مع ملاحظة ابعاد الحماة اثناء عملية التنظيف او التعقيم ايه يعني حضرتك اثناء عملية التنظيف او اثناء عملية التعقيم يفضل انك تبعد الحمام لغاية ما تتم التعقيم تعقيم ايه بشكل يا شباب بشكل كام نظرا لعدم تأثر ايه الحمام اللي عندك بيه ممكن روايح بتاعة الفينيك او الفورمالين بتوبة نفازة شوية ممكن تؤثر على الطائر فحضرتك ايه يفضل يا ايه ما يكون في وضع طيران برا يا ايه ما يكون في مكان تاني وتنظف والطهر وتسيبه فترة جيدة للتهوية ثم بعد ذلك تضع فيه الازواج بتاعة حضرتك هنا بقى النقطة تاعتنقل الحمام ما وعد ممكن يسألني يقولي طبعا عنا ننقله ليه منا ممكن ننقل الحمام زي ما قلتلك من مكان الى مكان نظرا لاجراء عمليات التنظيف والايه والتعقيم ما تقولش ده نص ساعة بس الدقيقة تفرق لو حضرتك اخدته من درجة حرارة مرتفعة الى درجة حرارة مخافضة مرة واحدة لا تأكد ان القطيع حاديع منك تمام يا شباب فيجب الاهتمام بهذي النقاط نكمل كلامنا مع بعض بص بقى الشكل وبص بقى جوة تمام شايف جوة العشاش شايف الوضع عامل ازاي وشايف دايما هتلاقي ازواج دايما القطيع بيعيش في ايه في ازواج هنا شايف ازواج هنا ايه ازواج طب لو جوة هنا ممكن يكون الزكا الراقد على البيت او الانصة رقد على الليل بتزاي الوضع اللي احنا شايفينه دا كده ازا دا شكل من اشكال تربية الحمام تمام وشكل بسيط جدا ومبسط جدا وطبعا ما بيحتاجش من حضرتك تكلفة زي ما قلن طب ننقل على نقطة تانية وهي اجزاء مسكن الحمام مما يتكون مسكن الحمام نمر واحد من حظيرة اسمها حظيرة الحمام طب الحظيرة دي عبر عن ايه بيقول لي هو المكان الذي توجد فيه الاعشاش واوعية التخزين وتكون مغلقة من الخلف والجانب يركز اما الجهة الامامية تكون مفتوحة اعتقد حضرتك عارف طب مفتوحة على مية على عش الطيراء تمام وعادة يتراوح طول الحظيرة ايوة طول الحظيرة كان بقى حضرتك من 25 الى 50 متر يبقى طول الحظيرة كام يا شباب من 25 الى 50 متر طب العرض كام عرضها اتنين ونص متر ويربى في كل حظيرة من 25 الى اربعين زوج من الحمام ده كلام كويس بقى تاني حضرتك لو حبنا نعرف المقاسات بتاعة حظيرة الحمام من 25 يا مستل لخمسين تمام طب العرض كام اتنين ونص متر طيب كل حظيرة هيوضع فيها كامل عدد كام زوج من 25 الى اربعين زوج يعني ما تكطرش وخليه 30 اوكي ماشي 35 ماشي اربعين ماشي لكن لا تقل عن 25 ولا تزيد عن كام عن اربعين هتقول لي طب لو قلت فا حاجة لا انا بنتكلم من النواحي الاقتصادية بالنسبة لك ان انا عايز نستغل كل جزء يكون موجود ايه عندي مفهومة شباب معايا يا رب تكونوا مستمتعين الحلقة الحمام دائما من الحلقات المميزة الممتعة اللي مش محتاجة منك مجهود خالص ده محتاجة من حضرتك مجرد اهتمام بسيء وطب بمشيئة الله صاحب مشروع وجرب وشوف وتأكد انك مش هتندم لان زي ما قلتلك لو الكلام ليس له قيمة كنا وفرناه ما كناش قلناه ولكن احنا بننصحك بالجانب الدراسي والجانب العملي مع الجانب الدراسي تمام ادام دخلت تعليم فني لازم تربط اللي تنم بع دخلت ده عشان نستفيد من ده دخلت ده هنطلح طالب جديد يعني طالب جديد يعني طالب يستطيع تأدية كل المهارات المكلة دي مهارة من ضمن المهارات المهارة بتاعت المغرج يجهز المسكن حضرتك هتعرف تعمل الكلام ده اه يا مستر وفيه حاجة كلام بسيط جدا يبقى اجزاء مسكن الحمام اول جزء منه اللي هو حظيرة الحمام زي ما اتفقنا من خمسة وعشرين الى خمسين متر العرض بتاعها اتنين ونص متر تمام بنحط فيها من خمسة وعشرين الى اربعين زوج كويس اول طب في ايه تانية مستر قال لك بص بقى قد الحظيرة وجبتلك شكلها ده انت جايب لي كل حاجة عشان نبقى متخيل الوضع يبقى ده الشكل بتاع مين يا جماعة الحظيرة مقفولة من الجانب ده ومقفولة من الضهر ومقفولة من الجانب ده ومفتوحة من الايه من الامان طبعا راجل انا عمل لها بقى المنتال ومروى الدنيا ونزبط الكلام بحضرتك مهدية القطيع ده بيعتبر بالزبط كده زي ابنك بيقعد معك خمسة عشر سنة تمام وهو اللي هيكسبني وهو اللي هيربحني لا ده كلام كويس يا جماعة ده انا لازم نهتم به ولازم نهتم بنظافته شايف 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 الراجل ده شايف منظف اللي الحظيرة عاملة ازاي حظيرة مية مية تمام ولا داخل فهم مستشفى يعني تمام طيب ده بالنسبة للشكل العام لها الحظيرة تاني جزء من الاجزاء اللي هو اعشاش الحمام اعشاش الحمام اللي عندنا يجب ان يكون لكل زوج من الحمام العش الخاص به كويس قوي وقلنا هناك نوعان من الاعشاش جئ اما يا شباب اعشاش فردية جئ اما اعشاش مزدوجة يفضل النوع المزدوى حيث ان الزغالين عندما تصل لعمر 14 يوم ركز معايا تحتل القسم الاول من العش الزوجي وينتقل الاباء الى القسم الاخر بدون ازعاج زغالينها تمام تمام يبه بعد 14 يوم حيسيبوا الزغالين في العش تمام ويطلع هم العش التاني ده اذا كان عش يا شباب زوجي اللي هو يفضل مستر الفرد ولا الزوجي لا الزوجي افضل ليه قلنا اثناء الرقاء طب رقدت على البيئ طب بعد كده الزغالين طلع يقوموا بالتخزية لمدة كام اسبوع بعد كده بيفضلوا معاه لمدة 14 يوم بعد كده بتحتل هم يسيبوا به المكان ده ويطلع للعش ليه الاخر وينتقل الاباء الى القسم الاخر بدون ازعاج زغالينها الناميم او ازواج الحمام الاخر وتكون ابعاد العش طب يا مستر انا عايز نعمل عش بسيطة خال 30 في 30 في 30 سنتي تمام مع وجود حاجز من الخشب طب ارتفاعه كامل الحاجز ده يا مستر 10 سنتي في الوجهة الامامية وذلك لحفظ محتويات العش من الايه السكوط عشان العش ما يقعش ده كلام كويس يبا العش ده حيكون كام ابعاده كام 30 في 30 في 30 كويس او طب اللي ارتفاع بتاعه 10 سنتي تمام يا شباب وزي ما قلتلك يكون مسبت تثبيت جيد عشان الطائل لما يجي يدخل في داخل العش لا ما يباش عنده مشكلة ولا ازمة بالنسبة له تمام لما يدخل في العش الرقاض ما يهتزش ما يباش كده مخالخل منه لا حيبا فيه مشكلة وحيهضر الايه البيض وممكن يقع به العش يعمل مشكلة جامدة ويتكسر البيض وانت انت اللي خسران كام وربي فحاجات بسيطة جدا واحنا بنعملها ولكن بتزبط الدنيا مهان يبقى تاني نقطة قلناه يبقى قلنا الحظيرة نمرة اتنين اعشاش الحمام ادي الشكل العام للحظير ادي الشكل العام للمين احنا قلنا اللي فاد ده اعشاش الحمام شايف بقى منظر العش اهو مناظر جميلة جدا اهية مبدعة وريتك كل حاجة عشان تبعارف عشان الحلقة تببى موصاكة مع حضرتك لو حبيت تعمل نفس التصميمات دي تببى عندك نفس التصميمات وتعملها بمنطقة البساطة تمام نكمل بعد كده نمرة ثلاثة حوش الطيران حوش الطيران شايف المنظر بقى بتاع حوش الطيران بتب بدي يتربس الحمام ويسمح له بالتعرض لاشعة الشمس ويكون محط بسلك شبك شايف هو السلك يعني بتيجي منطقة خارج العش اللي عندك يبقى فيها شبك سلك كده حضرتك من كل الاركان اللي موجودة فيه وتحطه تمام عشان تدي فرصة للحمام ان يطلع يستمتع باشعة الشمس ويتعرض لاشعة الشمس تمام بس يجب ان تكون المساحة مرة ونص مساحة الحزيرة طب الحزيرة مستر كتكاء قلنا ان الحزيرة هتكون من 25 الى 50 مت الحوش بقى يكون بالضبط قدها مرة ونص يعني حوش فيه مساحة عشان حضرتك حب عندك اعداد كويسة عشان ما يباش فيه تزاحم عشان كله يستفيد من ايه من حوش الطيراء تمام يا شباب كده معايا ولا لا يبقى دلوقتي لما جينا تكلمنا على مين على اجزاء مسكن الحمام قلنا نمرة واحد سجل عندك كده حصيرة الحمام عرفنا شكلها ايه وعرضها ايه اتنين ونص مت طولها من 25 ل50 بتاخد من 25 زوج الى 40 زوج تمام بعد كده ورتك شكلهم خدنا عشاش الحمام قلنا عشاش فردية ومزدوجة وقلنا يفضل المزدوجة لان بعد 14 يو بينتقل اليها الاباء تمام ثم يتركوا الامهات في العش ليه الاخر ابعاد العش اتفقنا انها تكون 30 سنطي في 30 سنطي في 30 سنطي بارتفاع كم يا شباب 10 سنطي تمام بعد كده قلنا عندنا طبعا الحوش بتاع الطيراء اللي طبعا الحمام بليسمح له بالتعرض لاشعة ليه الشمس ولازم يكون محاط بسلك شبكي ولازم مساحته لا تقل عن مساحة الحظيرة بمرة وانص تمام بعد كده بقى عايزين نعرف ما هي التجهيزات والادوات اللازمة لمساكن الحمام التجهيزات ايه شباب يبا حضرتك عرفتنا المسكن بتكون من ايه المعالف التجهيزات بقى نمر واحد المعالف تمام في المزارع الكبيرة تستخدم معالف طولها من مية وخمستاشر سنتي مقسمة الى اربع اجزاء ده في مين يا جماعة المزارع الكبيرة يبا المزارع الكبيرة هتعمل معلوفة طويلة طولها متر وخمستاشر سنتي تمام مقسمة الى اربع اجزاء تقسمة كده عشان يتغزى عن طريقه بس انت لو عامل معلوفة كبيرة اللي ليه ليه الطيوم طيب المساكي يمكن تزويد المسكن بنفس المساكي المستخدمة للدجاج يعني يمكن المساكي بتاعت الدجاج تستخدم فيها الحمام مفيش مشكلة يبا التجهيزات والادوات اللازمة لمساكن الحمام معالف مفيش غنى عنها تمام طب طول المعلوفة يتعمل كام في المزارع الكبيرة مية وخمستاشر سنتي طب يتم تقسمها ولا لا قا تقسم حضرتك الى اربع اجزاء طب المساكي يمكن تزويد المسكن بنفس المساكي المستخدمة اللي ايه للدجاج طب نمرة ثلاثة هنعوز ايه تاني اوعية للحصة يوضع بها الحصة ومسحوق الصدف والحجر الجيلي وملح الطعاء تعالى لي بقى ده كلام مهم جدا الحصة والصدف والحجر الجيلي انا هنعوزهم ليا مست الكلام ده مهم يا جماعة هنعوزه للقاتي لان حضرتك زي ما بنقول الحمام بيحب يلقط الحصة ده ويدخل في الحصلة عشان بيستطيع او بيساعده في عملية طحن لايه الغزاء كويس اوي ده كلام مهم يبقى لازم توفره اه بدل ما الحمام يطير الى مسافات بعيدة عشان يجيبه حضرتك خليه في حوش الطيران قريب منه تمام طيب وإيه كماء ومسحوق الصدف وإيه كماء الحجر الجيلي الكلام ده كله يا جماعة بيساعد على بناء وبيكون مصدر جيد ليه الكلسام وبيساعد طبعا على عملية طحن الغزاء زي ما قلتلك وكمان يساعد ويساهم في بناء عظام ايه الطائر اربعة صندوق العشاش والقش دي رابع نقطة لازم حضرتك توفر في داخل حوش الطيران تمام او في داخل الحظائر عندك يكون عندك سنديق كده يكون محطوط فيها كمية من الاعشاب والاش طب ليه يا مستق الطائر بدل ما يطير الزكرة عشان يبحث او يجيب الاش او يجيب العشب ده عشان يبني العش بتاعه او طبعا هو مش هيضع البيت كده بيحب طبعا يلفه ويزبطه تمام عشان يضع البيت بتاعه في مكان امين يبا انا كموربي بنساهله بدل ما يطير لمسافات بعيدة لا يبا موجود عندي الكلام ده كله متوفر يبا زي ما قلنا اوعية حصى يجب ان تكون متوفرة المعالف يجب ان تكون متوفرة المسائي يجب ان تكون متوفرة ودي حاجات بديهية ما فيهاش كلام رابع نقطة صندوق الاعشاب والقش اللي هو بيقول لي وصندوق من الخشب مملوء بالقش او الاعشاب واوراق الشجر الجفة اللي تساعد الطيور على اعداد ايه اعشاب ساي ما قلت لحضرتك تمام يا شباب يبا ديت طبعا من الحاجات الاساسية طب ايه كماء قلنا ده اساسي حنعوزه اللي هو مين احواض الاستحماء ودي هم جدا طب عبارة عن ايه باه عبارة عن احواض معدنية دائرية القطر بتاعها خمسة واربعين سنتي يبا تاني احواض الاستحمام قطرها كم سنتي يا شباب خمسة واربعين طب العمك بتاعها من عشرة الى خمستاشر سنتي طيب وتوضع طبعا في حوش الطيران وتمتلق تلت مرات فيها الاسبوع كويس اول في الصيف تمام اه في الصيف يعني تلت مرات في الاسبوع في فصل الصيف ومرة واحدة كل اسبوع في فصل ايه الشتاء لان طبعا منعص الاستحمام في فصل الشتاء كتير لكن في فصل الصيف درجات الحرارة بتكون عالية فممكن حضرتك تستخدموا المدة كم مرة تلت مرات صيفا او يملأ تلت مرات صيفا ومرة واحدة شتاء يبا لازم مهم جدا جدا بكلامنا طب دي جي بعد كده الصيادة بيقولي وهي فتحات خاصة بدخول الحمام للمسكة صيادة هي من المعنى انا دخل فتحت الحمام دخل بتيفي الاوتوماتيك معايا ولا لا تيفي المجرد دخوله يبا انت لما تعوز تفتع بقى الحمام حضرتك اللي بتفت انت اللي بتتحكم فيه فدي اسمها ايه صيادة بدلا من استخدام الباب اللي ايه الرئيس يعني بيبقى معمولة كده لدخول وخروج اللي ايه الحمام وهي فتحات خاصة بدخول الحمام للمسكن بدلا من استخدام الباب اللي يا شباب الرئيس مفهوم كده معايا يا شباب ولا لا كده يبا احنا انتهينا من هذا المخرج اللي هو مخرج اللي ايه التعلم رقم اتنين طيب واعتقد كلام بسيط وكلام سهل جدا وما فيوش ادنى مشكلة طيب لو جينا بقى تكلمنا على مخرج التعلم رقم تلاتة هنعمل ايه في مخرج التعلم رقم تلاتة ينفذ العمليات اليومية والدورية خلال مرحلة الانتاء حضرتك بقى كده انا عندي عمليات دورية وعندي عمليات يومية عايزين نعرفه هنعمل ايه بس الكلام ده امتى خلال مرحلة الانتاء تمام يا شباب طيب بدايتها بيقول لي اولا تكوين القطيع واختيار الزغليل الجيدة للتربية عايزين اول حاجة هنعملها تكوين القطيع واختيار الزغليل الجيدة للتربية نختار الكلام ده ازاي بيقول لك لانتاج زغليل انتاج اللح يتم تربية انواع الحمام ذات الالوان الفاتحة ركز بقى ده كلام مهم ذات الانوان مي الفاتحة لكي يكون جلده ابيض مهم يعني الالوان الفاتحة يا مستر بتخلي الجلد ابيض اه كويس او طيب لا تلقح الافراد ذات القرابة الشديدة مثل الاخواء ده كلام مهم جدا يا جماعة تاني انا عايز نكون قطيع دلوقتي يا مستر هنعمل ايه قال لك انتاج الزغليل حضرتك نقل الالوان الفاتحة تمام عشان لون الجلد يبقى فاتح كويس او تجنب عمليات التزاوج ما بين الاخواء يعني يكونش ده القطيع ده ذكر من هنا وانسة من هنا لا اعمل انت ذكر من هنا مع انسة من قطيع تاني معايا ولا لا عشان نعمل نضمن عمليات التزاوج ونتلافى الامراض التي تنشئ عن زواج الاخارب ده موجودة في الانسان وموجودة في الطيور وموجودة في كل حي تمام وفي كل الحيوانات كمان فيفضل عشان ما تظهرش صفات غير مرغوبة عندي يجب حضرتك الاهتمام بالنقطة دي عند تكوين القطيع وانا عايز نكون قطيع ناجح عايز نعمل قطيع تمام نموزج طب النقطة رقم اه تلات هنعمل ايه بيقول لي يتم اختيار الانواع التي تعطي عددا كبيرا من الزغلي ده كلام طبيعي حضرتك نقل سلالة المتميزة نقل سلالة اللي تدي انتاج عالي واعمل تلقيح مية فيها زكر كويس من هنا انسى كويسة من هنا سلالات متميزة لا ده نبنا كده ضامن قطيعي ما تروحش بقى جيب لي قطيع انت اساسا هو معدلات الانتاج عنده بتاعته ضعيفة تمام بيهجر البيض ليس لديه ميل غير مستهنس متعافش تستهنسه لا الكلام ده كله نتلافاه انا دلوقتي بنكون قطيع يبا يتم اختيار الانواع التي تعطي عددا كبيرا من الزغالية اربعة يجدد الحمام بشراء افراد جديدة كل عام كل عام تدخل يعني خمس ستة ازواج جداد عندك عشان القطيع يتجدد تمام كويس قوي عشان تضمن انتاجية مستمرة انتاجية عالية كفاءة عالية في الانتاج ده كلام بيعطي الحمام ركز بقى الارقام دي مهم بيعطي الحمام ستين في المية من انتاجه في فصل الصيف هتلاقي فيها سؤال في التقييم في دليل تساؤل مهمة اوي يعطي الحمام كم في المية مستق ستين في المية من انتاجه في فصل الصيف والربيع طب وخمسة وعشرين في المية في الخريف وخمستاشر في المية في فصل الشتاء يبقى اقل انتاجية للحمام في فصل الشتاء تصل لكان خمستاشر في المية طب اعلى انتاجية للحمام في فصل مين الصيف والربيع طيب وتحصل منهم على انتاجها كم في المية؟ 60% طيب اللي هو فيه فصل بعد كده الخريف كم في المية؟ 25% يبقى معدل الانتاج الاعلى اللي حضرتك بتحصل عليه فيه فصلين فصل الصيف وفصل الربيع يبقى الفصلين دول مناسبين لنمو وتزاوج الحمام أو تمام كم في المية؟ مصطر 60% طيب فيه فصل الخريف 25% طيب فيه الشتاء 15% فيه المية كويس قوي نكمل برضو بعد كده بص بقى التزاوج يتم التزاوج في الحمام يختلف النضج الجنسي عند الحمام وذلك بناء على الجنس احفظ دي مهمة جدا فالذكور تنضج عند عمر يتراوح ما بينه ومش عايز نحفظ احنا قلنا نفع ما بين 3 الى 5 شهور بينما الاناس تنضج ما بين 4 الى 7 شهور يبقى من اللي ينضج اولا ينضج اولا الزكور من 3 الى 5 شهور بينما الاناس من 4 الى 7 شهور شايف المنظر فيه اسناء عمليات التزاوج تمام بتبقى بالنسبة للحمام من الاشياء الممتعة جدا في طريقة التعايش وطريقة التزاوج مع بعض بشكل جميل وشكل مبدع طب ازاي حضرتك بقى تتمم عملية التزاوج اللي هو ما يطلق عليه التوليف في الحمام ده كلام مهم بقى حضرتك انت عايز تشتغل صح وعايز تعمل شغلك صح نشوف انا هنعمل ايه طرق اتمام عملية التزاوج اللي هو ما يطلق عليه التوليف في الحمام التعند الطريقة الاولى بيقول لي اختيار المربي من زكر الحمام والانسة المناسبة يبا مين يبا اسمها التوليف يبا حضرتك انت كمربي انت اللي هتختار الزكر المناسب والانسة الايه المناسبة مين اللي بيختار لا انت اللي بتختار مش حد تاني يبا اختيارك هيكون عليها يا شباب اختيارك هيكون لك انت تختار زكر مناسب وانسة مناسبة والكلام ده هيكون بالنسبة لنا اسمه تزاوج التوليف طب هنعمل ايه هنقوم بحبس كل زوج في عش واحد ويكون للعش ده باب مغلق حتى يظهر انسجامهما مع بعض وعند اذن اللي يحصل بقى يمنح الزوج حريته داخل الحظيرة مع مين مع ترك باب العش مفتوحا ليعود وقت ما يشاء مفهومة شباب الكلام ده معي ولا لا يبقى تاني طريقة اتمام عملية التزاوج او ما يطلق عليه التولير بيقوم المربي باختيار زكر الحمام والانسة المناسبة له مع حبس كل زوج من الازواج في عش واحد وغلق الباب عليهم لغاية حضرتك ما تشوف فيه انسجام ما بينه وبدأوا يتولفوا مع بعض بعد كده حضرتك قبقمنا حنت الزوج دول الحرية للتنقل داخل حظيرة وحيرجعوا تاني لنفس هذا العش يبقى دي اول طريقة وده ما يطلق عليه طريقة عملية اتمام التزاوج اللي هي تزاوج التوليف يبقى التوليف لما حد يقولك توليف في الحمام يعني مربي يختار زكر ويختار انسة ويقوم بحبسهم مع بعض في داخل عش ويسيبهم فترة زمنية مع بعض لغاية ما يحصل ايه لغاية حضرتك ما يحصل عملية توليف وينسجام ما بينهم ثم بعد ذلك تفتح لهم الباب وتطلق لهم مطلق الحرية حيرجعوا البعض لان الحمام عنده صفة اسمها صفة الوفاء الدائم ان هم بيبقوا فيها لبعض الزكر للانسة والانسة للايه للزكر عكس البشر خالص لكن ده الكلام ده بيكون موجود بصفة تميزه عن غيره من كل المخلوقات او يعني صفة فيه شديدة الاخلاص للازواجة تمام دي كده الطريقة الاولى الطريقة الثانية وهي تشبه الطريقة الاولى الا ان المربي يحبس جميع الافراد اه هو اللي الطريقة الاولى كان بيعمل ايه بيجيب زكره بيجيب انسة ويحبسهم مع بعض لا هنا بقى حنسيب القطيع كله على بعض وحنقوم بحبس جميع الافراد في عشاش حتى تضع الانسة او البيضة ماشي يا باش ومن مميزات هذه الطريقة ضمان استقرار الازواج في عشاش وضمان الانساء يعني ايه اللي هيحصلة مصر الازواج نفسها هي اللي هتختار بعضيها انت حضرتك حبستهم كلهم مع بعض حتلاقي زكر مع انسة زكر مع انسة زكر مع انسة لغاية ما نحصل على ايه على اول بيضة تمام والكلام ده طبعا بيضمن زي ما بنقولك استقرار الازواج في عشاش وضمان الانساء تمام ده كلام كويس او الطريقة التالت يبا احنا عندنا طريقتين دلوقتي الطريقة الاولى قلنا المربي الاجمعية الطريقة الاولى بنعمل ايه المربي بيجيب زكر تمام وبيجيب ايه انسة وبيقوم بحبسهم لمدة معينة الى ان يحدث تيانس بينهما ثم بعد ذلك يعمل ايه ثم اه بعد ذلك طبعا يفتح لهم ويسيبهم مفيش ادنى مشكلة حيرجعوا تاني حظيرة الطريقة التانية هيقفل بها على كل القطيع اللي عنده تمام الى ظهور اول بيضة ماشي يا باشا بعد كده خلاص كل زوج عرف اه عرف الزوج اللي معاه وبيعيشوا في معيشة تكافلية معيشة تعاونية كل منهم يكمل الايه الاخر تالت طريقة وهي وضع الزكور الصغيرة مع الاناس الصغيرة في بداية النطج الجنسي بشرط ان تكون اعمارها متقربة وباعداد متساوية في حظيرة واحدة يعني حطيت عشرين زكر تحط معاها عشرين ايه انسة بس الكلام ده وهم صغيرين مع ايه مع بداية النطج الايه الجنسي يعني بس لازم الاعمار بتعتهم تكون اعمار متقربة وباعداد متساوية عشان كل زكر محصلش خناءات لو حضرتك حط التسعتاش يبقى فيه تمام حيحصل معايا التسعة زكور وتسع اناس وفيه طبعا فرد لوحده لا انا بنحط اعداد متساوية عشرة ازواج عشرة زكور وعشرة ايه اناس تمام يا شباب ويس او بيقول لي بعد كده سالسا وضع البيض والرقاض عليه والفاكس يتم وضع اول بيضة وده كلام مهم جدا يتم وضع اول بيضة في اليوم التالي من التزاون ووضع البيضة التانية بعد الاولى بيه من اربعة واربعين لتمانية واربعين ساعة تجي لنا دي في دليل تساولة شباب ويجي لي فيها سؤال مهم جدا بالنسبة لنا يبقى تاني يتم وضع اول بيضة في اليوم التالي من التزاون يعني حصل تزاوج النهاردة سبحان الله تاني يوم يتم وضع ايه البيضة طب البيضة التانية احنا عارفين انها بتضع بالطين البيضة التانية توضع بعد البيضة الاولى باربعة واربعين الى تمانية واربعين ساعة ولا يتم الرقاض على البيض الا بعد وضع البيضة الثانية كويس اول يعني احتبدأ تحسب سبعتاشر الى تمنتاشر يوم تمام في اللي هو طبعا عملية الرقاض من بداية وضع البيضة الايه السانية يبقى يتم وضع البيضة الثانية بعد وضع البيضة الأولى بكاما يا شباب من 44 إلى 48 ساعة تمام اتنين يبدأ الرقاض على البيض بعد وضع البيضة الثانية زي ما بنقول لحضرتك وتستمر فترة الرقاض على البيض حوالي 17 يوم وفي الشتاء يتأخر يوم في الشتاء بتبطى 18 في الصيف 17 تمام ويشارك كلا من الزكر والأنسة في الرقاض على البيض حيث يتولى الزكر المهمة زي ما قلت لك في بداية الحلقة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرة ثم تتولى الأنسة بقية الليل والنهار شايف التناصق شايف التكامل ما بين أزواج الحمام الزكر من الساعة عشرة يقوم بالرقاض على البيض إلى الساعة الرابعة عصرة تمام ثم بعد ذلك تتولى الأنسة الرقاض على البيض من الساعة الرابعة عصرا إلى الساعة العاشرة صباحا كلام مهم جدا اول بيضة ارجعي اول بيضة بيتم وضع البيضة الاولى بعد التزاوج يا جماعة مباشرة في اليوم التالي للتزاوج بيتم وضع البيضة الاولى تمام اوي البيضة الثانية عشان دي اسئلة مهمة جدا لازم نقف عندها البيضة الثانية يتم وضع البيضة الثانية بعد من 44 الى 48 ساعة تمام اوي كويس طب يتم الرقاد على البيض بعد وضع البيضة الأولى لأ طبعا بعد وضع البيضة الثانية طيب تمام يتم الرقاد على البيض لمدة 17 يوم في فصل اللي هو الصيف و18 يوم في فصل الشتاء تمام في خلال هذه الفترة لازم يتم الرقاد على البيض وعملية الفاكسة تتم بعد اليوم السبعتاشر أو اليوم الكام التمنتاشر مفهومة يا شباب معي يا رب تكون الحلقة يعني متناسقة معاكم ويكون الكلام سهل وبسيط وانا شايفه كلام سهل وبسيط نكمل مع بعض نقول لك يكون البيض في بداية الأمر أبيض لامع وبعد مرور أسبوع يتغير لونه للرمادي المزرق دليل على خصوبة البيض آه ده كلام مهم يعني البيض أول ما يتم وضعه البيضة بتكون شديدة البياء الأبيض بتاحها لامع جدا طب بعد مرور أسبوع بيتغير اللون للون الرمادي الرمادي المزرق ده دليل على أن البيضة دي بيضة مخصبة كويس يبلغ وزن البيضة اتنين وعشرين جرام ووزن الفرخ الواحد خمستاشر جرام والجسم مغطى بزغب خفيف تمام؟ ماشي يبه تاني يبلغ وزن البيضة اتنين وعشرين جرام ووزن الفرخ الواحد خمستاشر جرام والجسم يكون مغطى بزغب ايه؟ خفيف ده شكل بقى الزكر والأنسة أمة أثناء عملية وضع البيت وطبعا الزكر تمام بيرقض على البيت زي ما قلنا من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الرابعة عصرة ثم تقوم أو تتولى الأمة الرقاض على البيت من الساعة الرابعة عصرة إلى الساعة العاشرة صباحا آخر نقطة معنا رعاية الزغليل ومتابعة النمو تقوم الزكور والإناث الحمام بتغذية صغرها على لبن الحصلة وهو مادة لونها أصفر اللي قلت لحضرتك عليها حنوريك العناصر الغذائية ويريد بإيدك وراء وألم بسرعة لونها أصفر مخدر تتركب من 72% ماء و16% بروتين وده نسبة عالية جدا بالنسبة لنا و10% ده و2% أملاح معدنية المكونات دي يبقى تاني اللي بيقوم بالتغذية تمام على لبن